كسرت الغارتان الصهيونيتان على مواقع تابعة للميليشيات الموالية لإيران في العراق الشهر المنصرم كسرت حالة الصمت التي استمرت لعقود بين تل أبيب وطهران رغم رفع الأخيرة شعار الموت لإسرائيل وأمريكا لكن ما الذي غير اليوم عن أمس تقول صحيفة وولستريت جورنال نصا إنه يظهر على الأغلب أن تل أبيب هي من نفذت الغارتين ذلك أنه لا توجد أي دولة حتى الآن أعلنت مسؤوليتها عنهما وتضيف الصحيفة أن هذا الاستهداف ليس أول الغارات الصهيونية على الميليشيات في العراق إذ غارت عليها في حزيران عام 2018 لمنع نقل أسلحة وصواريخ إيرانية إلى حزب الله اللبناني عبر الحدود العراقية السورية قلق التل أبيب الحالي نقلته كما يؤكد رئيس اتلاف الوطنية إياد علاوي نقلته واشنطن إلى بغداد حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة امتعاضهم من نفوذ ميليشيات إيران وصواريخها في العراق فبومبيو من أجل هنا أنا حتشوي المسؤولين العراقين أنا لم تشت هنا أنا شت مسافر وثرك العراق راح إلى بريطانيا الغزيارة في ألمانيا كانت مع أمريكا يلتقي لفاق مع أمريكا المراح بأهمية المعلومات الوصلة لهم هذه الأسلحة يبدو أنها تكسر الخطوط الحمراء التي ارتكز عليها الصمت المتبادل الذي تحول لتخادم وما لبيث حاليا أن غير مساره لتهديد غير مباشر من طهران عبر ميليشياتها التي تغولت في سوريا وأصبح لها مركز ثقل أساسي في العراق جراء هذا التسليح هناك بعض الفصائل التي تتمول أو تمد بالتجهيز والتسليح من جارة إيران ولا يسيهم على أقل تقدير هذا ما شهدناه بإعلان أحد المطلوبين للقضاء في إيران بعملية التطويع لما يسمى جيش المختار وبالتالي هذا فصيل مسلح شئنا أم أبينا يسلم تموينه وتدعمه من إيران ويبقى الحديث عن مواجهة محتملة بين الطرفين أمرا غير وارد بحسب الوقائع في ظل التراجع ميليشي حزب الله اللبناني في سوريا في حين يبدو أن الأمور ستكون أكثر تعقيدا في العراق كما يرى مراقبون رغم قرار دمج الميليشيات الذي اتضح أنه لذر الرماد في العيون ليتحول العراق بحكم الأمر الواقع إلى دولة تقودها الميليشيات مقابل استمرار التخادم بين طهران وواشنطن وكالة عن تل أبيب وعلى وفق القواعد القديمة ترجمة نانسي قنقر